إنما اللي أنا شفته من جميع عضاء الجهاز الفني بالإداري، بالطبي، بكل حاجة، بعضاء مجلس دارة الاتحاد، برئيس الاتحاد، كل الناس بصراحة كانت مركزة جداً وكانت يعني بكل ما يملكه بيساعده يعني لو أنا شوف مثلاً جهاز الطبي المدلج بتاعنا أحمد ممدوح كان يدلج اللعيب الغدس 11 بالليل واللي عايز حاجة ويعد علوم في القوض الكابت الناصر هريدي بتاع التأهيل كان من الساعة 9 الصبح مع اللعيب المصاب أو عشان يجهزه للمباراة اللي هو عبدالجليل المدير الإداري أو رئيس مدير الفريق رجل اللي هو كبير كان يروح وييجي عشان يسهل كل المأموريات للعيبة والجهاز والنازل كلها حتى الجهاز الفني كان مركز جداً في التدريب وفي القتيل وفي كل حاجة يعني لك أن تتخيل أن كل المنظومة كل المنظومة مركزة والعامل الوحيد اللي هو يقدر ينزلك الملعب ويجيب لك النتيجة أعتقد فيه كتير جداً من اللعيبة كانتش مركزة وده إحنا إحنا سهلنا ليه لكل حاجة لللعيبة القتيل المكان الملاعب عداء مجلس دارة كان أستاذ جمالي علامة على طول معانا اللي هو مشهور كان معانا المشكلة كانت في اللعيبة؟ المشكلة الأكبر المشكلة الأكبر